المحكمة الاتحادية تستجيب لطلب الحكومة وتصدر أمراً ولائياً بإيقاف العمل بعشرة موضوعات وردت في 12 فقرة من قانون الموازنة تم الطعن بها أمام المحكمة قبل أكثر من أسبوع وبحسب عضاء في السلطة التشرعية فأن الأمر الولائي القاضي بإيقاف تنفيذ المواد المطعون بها لدى المحكمة سيكون مؤقتاً لحين النظر بتلك المواد والبت بها ليكون القرار ملزماً يعني هو الأمر الولائي لا يعني أنه إسقاط هذه المواد نهائياً الأمر الولائي يعني إيقافها لحين يعني إصدار قرار من المحكمة الاتحادية أعتقد لحد الآن لم تصدر المحكمة الاتحادية قرار بات ونهائي الأمر الولائي قتلك إيقافها لفترة معينة أعتقد أن المواد المطعون بها أغلبها مواد مضافة من قبل مدلش النواب أعتقد راح المحكمة تنطرأيها ببعض المواد مو كل المواد اللي ينطعن بيها راح تكون يعني سقطاً أعتقد راح تطعن أو تصادق على ثلاث مواد أربع علم بها نفائدة أكيد للمجتمع العراقي وعلى غرار الحكومة الاتحادية ووزارة المالية فأن حكومة إقليم كردستان رفعت طعناً أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد المواد المتعلقة بإقليم كردستان في الموازنة الثلاثية من دون طلب تقديم أمر ولائي فيها مثل ما فعلت الحكومة خاصة أن المواد المتعلقة بإقليم كردستان عيد كتابتها بطريقة تتقاطع مع الدستور والقانون ولها تأثيرات سياسية وهذا بحسب نوابه يعطي انطباعاً جيداً بأن إقليم كردستان يحترم قرارات المحكمة الاتحادية ويثق بها خاصة أن الإقليم يملك صلاحية تقديم الطعون العلاقة بين الحكومة والإقليم اليوم أفضل من أي وقت سابق البرلمان العراقي كأغلبية نيابية وكتوجهات نيابية أيضاً أفضل وكذلك صدور قرارات متعددة للمحكمة الاتحادية تخص الموضوع ثبتت بعض المبادئ واليوم نسمع أن الحكومة الإقليم لجأت إلى المحكمة الاتحادية للطعن ببعض مواد الموازنة التي تتعلق بفقرات نظمة موضوعات ينظمها قانون النفط والغاز هذا بإيجابية من ناحية أنه فيه إقرار من حكومة الإقليم بأحكام المحكمة الاتحادية والرجوع إلها وبحسب المشرعين في مجلس النواف فإن مسألة الطعون التي حصلت على أمر ولائي أو لم تحصل لن تؤثر على تنفيذ بقية بنود الموازنة وبالنسبة للبنود التي تتعلق بإقليم كردستان والتي حصلت على نصيبها من الطعن لن تؤثر على إرسال المخصصات المالية للإقليم لحين النظر بها من قبل السلطة القضائية العليا والبت فيها ليكون القرار الأخير ملزما للحكومة والبرلمان من العاصمة بغداد أحمد فيلي زاكروس تيفي